حضرتك توقعت من البداية فشل هذه العملية العسكرية نحن نتحدث عن أنه بعد أيام سنصل عام هل تعتقد برأيك بأن توقعاتك صدقة كما صدقت أيضا في بطولة كاس العالم وحصلت الأرجنتين على البطولة؟ هو يعني في الحالة ما هو توقع ضرب بالغيب يعني هو يعتمد على أشياء حقيقية الأوكرانيا دولة من 44 مليون يعرفون الروسي معرفة جيدة عندهم حس قومي عالي جدا جدا النظام الهمجي الروسي البوتيني شيء كريه لا تطيقه البشر نحن جربناه في سوريا وحوش ما فيه إلا وحشية ما عنده شيء آخر يعني الاستعمار الفرنسي والبريطاني كان فيه جوانب بتحبها في النظامين أنه هدول في بلادهم عندهم نظام ديمقراطي جميل ولكن نحن محتلينه وعن بيعاملونا بطريقة قبيحة فكنا نقول لهم أنه ليش أنتوا جيدين في بلادكم ومقبيحين في بلدنا الروسي قبيح في بلده وقبيح في البلاد التي يحتلوها ولا يقترح عليك شيء أبدا أبدا إلا القهر والسحق والخضوع وهذا الشيء منافي للطبيعة البشرية وحصل دعم حقيقي وجدي لأوكرانيا وروسيا عم تتعرض لعقوبات جدية جدية والحمد لله الشتاء اللي كان بوتين يهدد فيه العالم وخاصة أوروبا كان يتوقع خضوع أوروبا في الشتاء وأنه سوف يذلهم ويكسرهم بالبرد تقريبا انتهى إن بارحفي التلفزيون النظام السوري قال الشتاء على الأبواب فكيف سيتدفى الأوروبيون طبعا هو أهبل ما بيعرف أنه الشتاء تقريبا انتهى الباقي على الشتاء شهرين مضى أكتر من نصف الشتاء وما حصلت الكارثة اللي هدد فيها بوتين العالم لم تحر